المحاضرة الرابعة في هذا الفصل هي الإنفاق الحكومة دور القطاع الحكومي في النشاط الاقتصادي وحنتحدث عن موازنة الحكومة والعامل مؤثرة في الإنفاق الحكومي الإنفاق الحكومي هي المبالغ النقدية اللي بنفقها قطاع الحكومة طبعا الحكومة بننفق إحنا زي ما بنعرف بننفق على رواتب بتنفق على الصحة، بتنفق على التعليم، بتنفق على القضاء، بتنفق على الجيش بتنفق على الحاجات العامة، بتنفق للشؤون الاجتماعية، بتنفق للمحتاجين، بتنفق لأسر الشهداء، لأسر الجرحة الإنفاق الحكومي هو عبارة عن إنفاق استهلاكي زائد استثماري زائد إنفاق حكومي طيب إنفاق استهلاكي إعرفنا اللي هو بتنفق الحكومة طب في عندي أنفاق استثماري الانفاق الاستثماري عندما الحكومة يقوم لها إيش عبارة عن مشاريع تقوم الحكومة بنوع من المشاريع والانفاق الرئيس مالي طبعا هو المشاريع بتكون خاصة تخصص الدولة معدات رئيس مالية بتزيد فيها الإنتاج مشروعات عامة مدارس مستشفيات كل هذا بنسميه انفاق الاستثماري طبعا الانفاق الاستهلاكي والاستثماري كلما دولا بسموا انفاق حكومي أو الانفاق القومي ما تنفقه الحكومة وما تنفقه الدول لأنه احنا اول الفصل حكينا عن الاستهلاك الاستهلاك هو خاص بالاشخاص لكن انفاق الحكومي خاص بمين بالحكومة أو خاص بالدولة الانفاق الحكومي اول شي عبارة عن النفقات الجارية دائما النفقات الجارية وللأسف الشديد دائما تجد بالدول النامية النفقات الجارية كبيرة جدا بمعنى لتسيير حاجاتها ايش النفقات الجارية اللي بتسموها للعملين مشتريات دعم مؤسسات للبلديات للدفاع للأمن رواتب دورات مواصلات كل هذا بنسميه نفقات جارية الجزء الثاني من النفقات اللي هو الرئيس مالي او الاستثماري اللي احنا في موازنتنا الفلسطيني بنسميها نفقات تطويرية هاي بتتمثل في النفقات الاستثمارية سواء نقولنا معدات رئيس مالية او عبارة عن مشروعات انتاجية او خدمات قلنا زي المدارس وزي المستشفيات اذا نعرفنا ايش النفقات الجارية والنفقات الرئيس مالية النفقات الرئيس مالية او الاستثمارية هي منتجة قد تكون منتجة من الحكومة في نظام على سبيل المثال تجمع ما بين المختلط نظام رئيس مالي ولديها اشراف على بعض المصانع ان يكون لديها انتاج تنتج سلة على سبيل المثال اللي هي تحتاجها ولا تعطيها للقطاع الخاص لانتاجها الانفاق الحكومي دور الحكومي في النشاط الاقتصادي الحكومي تلعب دور مهم جدا في النشاط الاقتصادي دائما احنا الانفاق الحكومي بنسميه جي اللي هو من جاي من جوفرمنت بمعنى وانا عندي دائما الحكومي بتعتمد على الانفاق الحكومي دائما على الضرائب وعلى المساعدات وعلى الارادات اي حكومي بيكون لديها ضرائب سواء ضرائب بيكون لديها ارادات عبارة عن رسوم ويكون لديها ايضا احيانا مساعدات هذا كله بتستخدمه في الانفاق الحكومي الحكومة ممكن أن تزيد من إنفاقها عن طريق ما تضخه من نفقات حكومية تمام؟ وعن طريق أيضا أن تزيد من نفقاتها أن تقلل من الضرائب يعني أنا لو قلل الضرائب وكأني بنفق على الأفراد لو قلل الضرائب على الأفراد كأني بنفق عليهم لأنه أنا الضرائب بخدها منهم الآن لا ما بقللها كأني بخلي جزء زيادة على دخله وبالتالي فيه قناتين للإنفاق الحكومي إما إنفاق حكومي تنفق بصورة مباشرة على الدخول على المستشفيات على الجيش وإنفاق أو إنفاق حكومي عبارة عن الضرائب أن الحكومة تزيد من مستوى الإنفاق عن طريق زيادة ما تضخه من نفقات حكومية أن تخفض الضرائب في مقابلها اللي بتشبيها من الأشخاص أو تشبيها على السلع والخدمات لأن الحكومة لو خفطت الضراب عن السلع والخدمات وكانت تدعم المواطن كانت تزود دخله طيب موازنة الحكومة الموازنة الحكومة أنا عندي دائما عبارة عن إجمال الإرادات والمساعدات زائد إجمال الإنفاق الحكومي طيب موازنة الحكومة جزئين في عندي إرادات ومساعدات وفي عندي إنفاق حكومي طيب إيش الموازنة؟ أنا بكون عندي دائما شقين في الموازنة شق الإرادات وشق الإنفاق الإرادات عبارة عن إيش؟ لو أخدنا السلطة الفلسطينية شو إراداتها؟ إراداتها عبارة عن أموال المقاصة التي تقتطع من التجارة مع إسرائيل وإرادات حكومية داخلية بدرائب اللي بتخذها الرسوم على أي معاملات وفي عندي شق له علاقة بالمساعدات وفي المقابل أنا في عندي إنفاق الحكومة تنفق وعرفين إنفاق الحكومة يبدأ من الدخل يبدأ الانفاق على الرواتب يعني دخل الناس يبدأ بالأجور يبدأ بإنفاق استثماري يعني موازنة الحكومة أحيانا على المستشفيات على الصحة على التعليم على القضاء على البنية التحتية كل هذا يعتبره نفقات إذا موازنة الحكومة عبارة عن إرادات ناقص نفقات إذا الإرادات أكبر من النفقات الموازنة بتكون موجبة وإذا النفقات أكبر من الإرادات الموازنة بتكون بالسالب يعني الحكومة إما أن تكون دائنة أو تكون مدينة إذا كان أنا عندي إيرادات الحكومة أج أكبر من نفقاتها كثير بتكون جميل الموازنة أن تكون في حالة أنه فائض لديها لكن إذا النفقات أكبر من الإيرادات بتكون دائما تعاني من عجز معظم الإيرادات دائما تأتي من خلال الضرائب وبالتالي دائما موازنة الحكومة تساوي صافي الضرائب ناقص الإنفاق الحكومي العوامل المؤثرة في الإنفاق الحكومي النمو الاقتصادي زيادة الدخل القومي التغير التقني التغير في حجم السكان ناخد النمو الاقتصادي على سبيل المثال طبعا إضافة العوامل الأخرى النمو الاقتصادي بيحتاج دائما إلى إمكانيات مادية لازمة لدي بمعنى أنا بدي لما أطور تمام أي عملية انتاجية لاجب أن يكون لدي تسهيلات للاستثمارات والحكومة نحن قلنا بإنشاء قطاع الخدمات بنية أساسية إلى آخير هذا بأثر على إنفاق الحكومي كل ما بزيد النمو الاقتصادي حيزيد عندي عملية الإنفاق والعكس صحيح زيادة الدخل القومي كل ما بزيد الإنفاق بكون نتيجة منطقية لنمو الدخل القومي كل ما بزيد الدخل بزيد الإنفاق والعكس صحيح إذا بقل الدخل بقل الإنفاق التغير التقني كل ما بتزيد التكنولوجيا بتزيد نفقات الدولة لما بتزيد تكنولوجيا الطائرات تكنولوجيا السلاح هذا بأدي إلى زيادة نفقات الدولة والعكس صحيح تغير في حجم السكان كل ما بزيد حجم السكان بزيد الإنفاق كل ما بقل حجم السكان بقل الإنفاق ارتفاع التقاليف النسبية للخدمات العامة تمام؟ أنه أنا كل ما بزيد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أو الرقم القياسي للأسعار يعني بزيد الأسعار بتزيد النفقات والعكس صحيح الدعم والتحويلات الحكومية الحكومية كلما زادت من دعمها إلى دول أخرى تزيد النفقات وإذا قللت الدعم بتقل النفقات القطاع الخارجي ما القطاع الخارجي هو عبارة عن الصادرات والواردات دائما لم تعد دولة تستطيع أن تعيش في مكان مغلق بمعنى كل الدول أصبحت مفتوحة القطاع الخارجي أنه دائما الدول تتبادل مع بعضها القطاع الخارجي تدفق صلع وخدمات صادرات وواردات الصادرات عبارة عن صلع وخدمات تنتج وتباع في الخارج الواردات عكس السلع وخدمات ينتجها الأجانب وتتم الدول بشراءها دائما عندي صادرات وواردات والصادرات والواردات مجموعة لاثنين هم عبارة عن الميزان التجاري لأي دولة إذا الصادرات أكبر من الواردات شي جميل بتكون الدولة ميزان التجاري فائض إذا الواردات أكبر من الصادرات بتكون الدولة في حالة عجز والميزان التجاري بالسالب وإذا الصادرات بتسوي الواردات يعني أنا بكون عندي لا فائض ولا عجز في الميزان التجاري القطاع الخارجي إيش العوامل التي تؤثر في صافي الصادرات والواردات من الخارج أول حاجة الأذواق أذواق المستهلكين كل ما بتزيد أذواق المستهلكين نحو سلعة معينة بزيد استيراد هو العكس صحيح طب أسعار السلع داخليا وخارجيا إذا أنا عندي السلعة داخلية أرخص من الخارج بقلل استيرادها لكن إذا عندي سعر السلع المحلية تاعتي أو الوطنية أغلى من الخارج بزيد من استيرادها من الخارج النقطة الثالثة أسعار الصرف يعني بمعنى عملتي مقابل العملات الأخرى إذا أسعار الصرف الدولة الأخرى سعر صرف عملتها ضعيف بمعنى أنا بقوم باستغل ذلك باقوم بعملية الشراء وبتزيد وارداتي منها لكن إذا سعر عملت ضعيف مقابل عملات الأخرى لا أستطيع أني أشري دخول المستهلكين في داخل الدولة كل ما بزيد دخل المستهلكين بتزيد عملية الواردات لكن إذا الدخل ضعيف بتقل الواردات تكاليف نقل السلع من دولة إلى دولة أخرى إذا زادت التكاليف بقل الواردات قل التكاليف بزيد الواردات سياسات الحكومة تجاه التجارة طبعا في سياسات للحكومة أحيانا الحكومة تكون تمنع استيراد نوع من السلع حتى لا تضرب المنتج المحلي سلع قد تكون تتنافى مع العادات الاستهلاكية تمنعها والعقص صحيح أن أحيانا الحكومة لا تضع قيود بالتالي بتزيد عملية الاستيراد والتصدير القطاع الخارج تدفق الموارد المالية أو صافي تدفق الخارج لرأس المال أنا عندي مصطلح صاف التدفق رأس مالي مشتريات المواطنين المحليين للأصول الأجنبية ناقص مشتريات الأجانب للأصول المحلية في كل دولة دائما في استثمار أجنبي هذا الاستثمار يأخذ شكلين إما استثمار أجنبي مباشر أو استثمار أجنبي غير مباشر الاستثمار الأجنبي المباشر أو الغير مباشر الغير مباشر اللي هو العلاقة بشراء الأسهم في الشركات الأخرى خارج البلد الاستثمار المباشر بيكون أحيانا مشاريع داخل البلد نفسه طب إيش العوامل المؤثرة في صافي التدفقات الخارجية لرأس المال صافي التدفقات الخارجية لرأس المال شو العوامل اللي بتأثر أول عامل مؤثر في صافي التدفق خارج رأس المال معدلات الفائدة العامل الثاني معدلات الفائدة على الأصول المحلية النقطة الثالثة المخاطر السياسية المرتبطة بالاستثمار في بلد معين والنقطة الرابعة السياسة الحكومية اللي بتأثر في الملكية الأجنبية طيب هاي العوامل اللي مرنا عليها سريعا معدلات الفائدة تحثر أحيانا على عملية التدفق الخارج لرأس المال إذا كانت المعدلات الفائدة عالية جدا أو قليلة جدا طيب أيضا المخاطر السياسية اللي ها علاقة بالدولة اللي بتحتفظ في أصول تمام أحيانا إحنا شفنا أنه مثلا مخاطر سياسي لما شفنا في وباء كورونا كثير من الشركات الأجنبية والأمريكية لأنه في مخاطر من الوباء ليس سياسي فقط تمام باعت معظم استثماراتها في الصين المخاطر السياسي في حالة الحروب تؤثر على تدفق رأس المال لأنه رأس المال في حالة حروب أو في دولة فيها حرب لا يستطيع أن يقدم الاستثمار فيها السياسي الحكوميين يمكن سياسي الحكومي أن تشجع على جلب رأس المال من الخارج تمام أو العكس صحيح السياسي الحكومي بفرضها للضرائب أو للقيود تمنع تدفق رأس المال من الخارج القطاع الخارجي كيف تتساوى صافي الصادرات وصافي التدفق لرأس المال احنا الجانب الايمن عندي اللي هو صافي الصادرات الان اكس نيت اكسبورت والجانب اللي على اليسار صافي تدفق رأس المال من الخارج احنا زي ما تحدثنا سابقا أنه أي اقتصاد مفتوح لابد أن يكون له علاقة مع الدول وبالتالي صافي الصادرات وصافي التدفقات الخارجي لرأس المال بقيس احيانا عدم التوازن احيانا صافي الصادرات بكون اكبر او العكس صحيح تمام دائما صافي الصادرات بقيس التوازن ما بين صادرات الدولة ووارداتها صافي التدفقات الخارجي لرأس المال يقيس عدم التوازن بين كمية الاصول الاجنبية المشتراب بواسطة المواطنين المحليين مواطني أي بلد أو كمية الأصول المحلية المشترى بواسطة الأجانب يعني أنا بكون عندي مستثمرين مشتريين مصانع أو مشتريين مؤسسات في بلد أخرى أو أجانب مشتريين عندي هذا بسموه صافي رأس المال ممكن إذا عندي أنا بكون بالموجب إذا مواطن المحلي اشترى عندي في الخارج مؤسسات أو اشترى مصانع إذا كان أكبر من المشترى من الداخل والعقص صحيح إذا الأجانب مشتريين من بلد معين تمام مصانع واستثمارات وهذا البلد ما لا يشتري شيء من البلد الآخر بيكون عندي أنا بيكون عندي بالسالب اللي هو صافي تضفق رأس المال وبالتالي الاثنين الاثنين إما أن يتساووا أو واحد بيكون أكبر من التاني يعني أنا نعطي مثال بسيط جدا أنه ممكن ولاية المتحدة الأمريكية بيع اليابان جزء من إنتاجها من الطائرات والعقص صحيح حان اليابان طبعا الولايات المتحدة بتحصل عليين من اليابان تمام وإذا هي اشترت من اليابان حتدفق إلى اليابان الدولار الأمريكي القطاع الخارجي علاقة كل من الاستثمار والإدخار بتدفقات الدولية تمام نحن الكل يرى أنه الإدخار والاستثمار يلعبوا دور مهم في النمو الاقتصادي تمام؟ هناخد معادلة الناتج المحلي الإجمالي معادلة الناتج المحلي الإجمالي اللي أخذناها سواء بالفصل الثاني أو الفصل الثالث الجي دي بي تساوي السي زائد الآي زائد الجي زائد أن زائد إكس وبنذكر السي الاستهلاك الخاص الآي هو الإنفاق الحكومي اللي عفن الآي الاستثمار الجي اللي هو الـ government الإنفاق الحكومي والأن إكس صاف الصادرات اللي هو صادرات ناقص الواردة الدخل القومي عبارة عن السي ناقص الجي يساوي الأن زائد آي إكس بمعنى الجي دي بي قلنا هنا إحنا زي ما احنا عارفين الادخار القومي دخل الدولة بعد دفع الاستهلاك والمشتريات وممكن نعيد المعادلة زي ما حكينا الجي دي بي تساوي سي ناقص جي يساوي الآي زائد أن إكس بمعنى الجي دي بي ناقص السي ناقص جي هو الادخار القومي هنرمز له بالرمز أس بمعنى أس هنا تساوي الآي زائد الأن إكس الادخار هو عبارة عن الاستثمار زائد صافي الصادرات صافي الصادرات طيب لأنه صافي الصادرات بتساوي أحيانا صافي تدفق رأس المال من الخارج إذن الأس تساوي الآي زائد الآن سي أو اللي هو الاستثمار زائد صافي التدفق من الخارج القطاع الخارج أنا عندي ملخص هن أنا عندي لما بكون توازن في الحساب الجاري الصادرات تساوي المستوردات تمام إذن صافي الصادرات صفر السي إذن تساوي السي زائد الآي زائد الج تساوي الواي إذن هنا الادخار هو يساوي الاستثمار طيب عندي العجز في الحساب التجاري إذا الصادرات أصغر من الواردات إذن صافي الصادرات أصغر من صفر طيب عندي الفائض في الحساب التجاري إذا الصادرات تساوي المستوردات إذن عندي في هذه الحالة أنا ممكن يكون عندي الصادرات أكبر من المستوردات إذن صافي الصادرات أكبر من زيرو إذن عندي أنا السي زائد الآي زائد الج أقل من وي إذن الادخار عندي أكبر من الاستثمار في العمود اللي في الوسط الادخار يساوي الاستثمار ليش لأن الصدرات تساوي المستوردات على اليمين العمود الأول لما بكون عندي الصدرات أقل من الواردات إذن السي زائد الآي زائد الج أقل من الواي اللي هو أقل من الدخل وبالتالي الادخار بكون أصغر من الاستثمار يعني هذا الجدول زي ما انتم شايفينه دققوا فيه هو ملخص لما تحدثنا به سابقا يعني جدول شارح نفسه بنفسه عندي ثلاث حالات إما حالة عجز في الحساب الجاري الصادرات أقل من الوردات أو توازن في الحساب الجاري الصادرات يساوي المستوردات أو فائد الصادرات أكبر من المستوردات تمنياتي لكم بالتوفيق هيك بنكون أنهينا الفصل الثالث ولقاءنا حيكون المرة القادمة مع الفصل الرابع اللي إحنا حيكون عندنا الفصل الرابع حنتناول فيه بعض المشكلات الاقتصادية زي التضخم وزي البطالة وتفسيرها ناخد التضخم ونظرياته والبطالة ومفهومها وأنواحها وكيفية قياسها هذا حنلتقيكم فيه في القصل القادم وتحياتي لكم بالتوفيق مرة أخرى